علمنا في مقطع الفيديو السابق ما يعنيه إيجاد ضرب مصوفتين باستخدام المصوفة A وهي مصوفة M في N والمصوفة B وهي مصوفة N في K وقبل تعريف ناتج ضرب المصوفتين سأقوم بكتابة المصوفة B على شكل مجموعة من متجهة العمود نعلم أنه يمكن كتابة أن المصوفة B بحيث تحتوي المتجهات التالية متجه العمود B1 في العمود الأول ومتجه عمود آخر B2 في العمود الثاني وصولا إلى العدد K من متجهات العمود لأن المصوفة لها العدد K من الأعمدة إذن المتجه BK في العمود الأخير يجب أن يكون عدد أعمدة المصوفة A مساويا لعدد الصفوف المصوفة B للحصول على ناتج ضرب معرب لكن قمنا بتعريف ناتج ضرب المصوفة A في المصوفة B بأنه يساوي المصوفة A مضربة في كل من متجهات العمود للمصوفة B سأقوم بتغيير الألوان وأستخدم تلك التي استخدمتها مسبقا ناتج الضرب يساوي المصوفة ذات القيم التالية في العمود الأول المصوفة A مضربة في متجه العمود بواحد وفي العمود الثاني المصوفة A مضربة في متجه العمود باثنين وفي العمود الثالث المصوفة A مضربة في متجه العمود بثلاثة وصولا إلى العمود المصوفة A مضربة في متجه العمود بكي ربما رأيت هذا سابقا في مساق الجبر الخطي وربما لم يكن معرفا بهذه الطريقة لكن الشيء ذاته والأمر الجيد في هذا التعريف هو أن سبب وضعه يعود إلى مركب دلتي تحويل خطيتين حيث كانت مصفوفتي التحويل الخاصة بهما هما المصفوف A والمصفوف B وقد عرضت ذلك في مقطع الفيديو الأخير لنقم بإيجاد ناتج ضرب مصفوفتين وستنجح في إيجاده عند التمرين عليه لنفترض أن المصفوف A تحتوي القيم 1 وسالب 1 و 2 في الصف الأول والقيم 0 وسالب 2 و 1 في الصف الثاني وسأستخدم أعدادا صغيرة لجعل عملية الحساب بسيطة وتحتوي المصفوف B القيم 1 و 0 و 1 و 1 في الصف الأول والقيم 2 و 0 و 1 وسالب 1 في الصف الثاني والقيم 3 و 1 و 0 و 2 في الصف الثالث المصفوف A هي مصفوفة 2 في 3 فهي تحتوي صفين و 3 أعمدة والمصفوف B هي مصفوفة 3 في 4 حسب التعليم ما هو ناتج ضرب المصفة A في المصفة B؟ نعلم أن ناتج الضرب معرف لأن عدد أعمدة المصفة الأولى يساوي عدد صف في المصفة الثانية إذن يمكن إيجاد ناتج ضرب هاتين المصفتين وسأقوم بإيجاده بعد برهة ناتج ضرب المصفة A في المصفة B يساوي المصفة ذات القيم التالية في العمود الأول المصفة A مضربة في متجه العمود الأول للمصفة B أي المصفة A مضربة في المتجهد القيم 1 و 2 و 3 وفي العمود الثاني المصفة A مضربة في المتجهد القيم 0 و 0 و 1 وفي العمود الثاني المصفة A مضربة في المتجهد القيم 0 و 0 و 1 وفي العمود الثالث المصفة A مضربة في المتجهد القيم 1 و 1 و 0 وفي العمود الرابع المصوف A مضربة في المتجهد القيم 1 وسالب 1 و 2 عند كتابة ناتج الضرب بهذا الشكل يصبح السبب واضحا في أن عدد الأعمدة للمصوف الأولى يجب أن يكون مساويا لعدد صفوف المصوف الثانية وذلك لأن متجهد العمود للمصوف B ستحتوي عددا من المركبات مساويا لعدد صفوف المصوف B سأسمي متجهات العمود للمصوف B المتجه B1 والمتجه B2 والمتجه B3 والمتجه B4 حيث تنتمي جميع المتجهات BI حيث يمكن أن تكون أي من المتجهات الأربعة إلى المشموعة R3 وبالتالي يكون ناتج الضرب معرفا فقط عندما يكون عدد الأعمدة في المصوفة مساويا لعدد مركبات المتجه أي متجه العمود في المصوفة الأخرى وهذا هو سبب وجود تساوي عدد أعمدة المصوفة الأولى بصفوف المصوف الثانية حتى الآن قمنا بتقليص معادلة ناتج ضرب المصوفتين ليصبح مجموعة من النواتج ضرب مصوفة في المتجه عددها أربعة وبالتالي يمكن إيجاد ناتج الضرب هذا وهو ليس شيئا جديدا بالنسبة لنا لنقم بذلك إذن ماذا يساوي ناتج ضرب المصوفة A في كل من متجهة العمود؟ سأقوم بإعادة كتابة المعادلة كالتالي ناتج ضرب المصوفة A في المصوفة B يساوي ما يلي العمود الأول يساوي ناتج ضرب المصوفة A في المتجهة القيام 1 و 2 و 3 وكيف يمكن إيجاد ذلك؟ تذكر أنه يمكن اعتباره مساويا لناتج الضرب النقطي لكل من صفوف المصوفة A في متجهة العمود للمصوفة B أو بطريقة أفضل العمود الأول هو منقولة مصوفة ما وسأكتب ذلك لنفترض أن المتجهة A يحتوي القيام 0 و 1 و 2 كعمود لم أناقش منقولة المصوفة كثيرا لكنك تفهم الفكرة فيتم إيجاد المنقولة عن طريق تحويل جميع الأعمدة إلى صفوف وبالتالي منقولة المتجهة A تحتوي القيام 0 و 1 و 2 كصف ما يحدث هو تحويل متجه العمود إلى متجه صف سأقوم بتسمية الصف الأول من المصوفة A بمنقولة المتجهة A وعند إيجاد ناتج الضرب المصوفة A نقطيا في المتجهة ذو القيام 1 و 2 و 3 كعمود هذا يساوي إيجاد ناتج الضرب النقطي للمتجهة A ذو القيام 0 و 1 و 2 كعمود مع المتجهة ذو القيام 1 و 2 و 3 كعمود وذلك لإيجاد الصف الأول في العمود الأول سأقوم بذلك كالتالي بإعادة كتابتي ناتج الضرب كالتالي وسأستخدم رموز المصوفة ناتج الضرب النقطي للمتجهة ذو القيام 1 و 1 و 2 وهو عبارة عن الصف الأول في المصوفة A مكتوبا على شكل عمود في المتجهة 1 و 2 و 3 وسأكتبه بلون مختلف وعندما تصبح المسألة أبسط سأستخدم لون موحدا ويعجبني هذا لأننا قمنا بتعريف ناتج الضرب النقطي لمتجهة العمود فحسب أستطيع تعريفه باستخدام متجهة الصف لكن لا حاجة لوضع تعريف جديد والقيمة الناتجة هي القيمة الأولى في ناتجة ضرب المصوفة في متجة وبالنسبة للقيمة الثانية في ناتجة ضرب المصوفة في متجة فتساوي ناتج الضرب النقطي للصف الثاني للمصوفة A في ذلك المتجة وتساوي ناتج الضرب النقطي للمتجة ذو القيم صفر وسالب 2 و 1 كعمود في المتجة ذو القيم 1 و 2 و 3 نستمر في إيجاد تلك القيم وسأستخدم لون محايدا الآن في العمود الثاني المصوفة A مضروبة في المتجة ذو القيم 0 و 0 و 1 وذلك عبارة عن الصف الأول للمصوفة A لكن مكتوبا على شكل متجة عمود بالتالي يمكن كتابته بهذا الشكل المتجة ذو القيم 1 وسالب 1 و 2 وتساوي القيمة الأولى في العمود الثاني ناتج الضرب النقطي للمتجة ذو القيم 1 وسالب 1 و 2 في المتجة ذو القيم 0 و 0 و 1 وتساوي القيمة الثانية للعمود الثاني ناتج الضرب النقطي للصف الثاني للمصوفة A في متجة العمود للقيم 0 و 0 و 1 ويساوي ذلك ناتج الضرب النقطي للمتجة 0 وسالب 2 و 1 في المتجاث القيام 0 و 0 و 1 بقي عمودان إضافيان في المصفوفة ربما يصبح هذا ممل ويحتمل أن أكون قد ارتكبت بعض الأخطاء العفوية لكن المهم هو أن تفهم العملية يحتوي العمود الثالث القيمة الناتجة عن إيجاد ناتج الضرب النقطي للصف الأول للمصفة A الذي تمت كتابته على شكل عمود يحتوي القيم 1 وسالب 1 و 2 في المتجاد القيم 1 و 1 و 0 والقيمة الثانية في العمود الثالث تساوي ناتج الضرب النقطي للمتجاد القيم 0 وسالب 2 و 1 في المتجاد القيم 1 و 1 و 0 وفي النهاية القيمة الأولى في العمود الأخير تساوي ناتج الضرب النقطي للمتجاد القيم 1 وسالب 1 و 2 في المتجاد القيم 1 وسالب 1 و 2 يجب وضع علامات الضرب النقطي والقيمة الأخيرة في المصفة تساوي ناتج الضرب النقطي للصف الثاني للمصفة A أي المتجاد القيم 0 وسالب 2 و 1 في متجاد العمود ذو القيم 1 وسالب 1 و 2 المصوفة الناتجة هي نتج ضرب المصوفة A في المصوفة B وتبدو معقدة لكن علينا إيجاد ناتج الضرب النقاطي لتبسيط القيم إذن ما هو ناتج التبسيط؟ سأكتب الناتج باللون الوردي يساوي ناتج ضرب المصوفة A في المصوفة B ما يلي ما هو ناتج الضرب النقاطي للمتجهين في القيمة الأولى؟ واحد مضربا في واحد يساوي واحد مضافا إلي سالب واحد مضربا في اثنين ويساوي سالب اثنين مضافا إلي اثنين مضربا في ثلاثة ويساوي ستة أما القيمة الثانية تساوي صفر مضربا في واحد يساوي صفر مضافا إلي سالب اثنين مضربا في اثنين ويساوي سالب أربعة مضافا إليها واحد مضربا في ثلاثة ويساوي ثلاثة سأقوم الآن بإيجاد القيمة الأولى في العمود الثاني 1 مضربا في 0 ويساوي 0 مضافا إليه سالب 1 مضربا في 0 ويساوي 0 مضافا إليه سالب 2 مضربا في 0 ويساوي 0 أما القيمة الثانية تساوي 0 مضربا في 0 يساوي 0 مضافا إليه سالب 2 مضربا في 0 ويساوي 0 مضافا إلي 1 مضروبا في 1 ويساوي 1 القيمة الأولى في العمود الثالث تساوي 1 مضروبا في 1 يساوي 1 مضافا إلي سالب 1 مضروبا في 1 ويساوي سالب 1 مضافا إلي 2 مضروبة في 0 ويساوي 0 أما القيمة الثانية تساوي 0 مضروبا في 1 يساوي 0 مضافا إليه سالب 2 مضربا في 1 ويساوي سالب 2 مضافا إليه 1 مضربا في 0 ويساوي 0 نكاد ننتهي بالنسبة للعمود الرابع تساوي القيمة الأولى 1 مضربا في 1 يساوي 1 مضافا إليه سالب 1 مضربا في سالب 1 ويساوي 1 مضافا إليه 2 مضربا في 2 ويساوي 4 وفي النهاية القيمة الثانية تساوي 0 مضروبا في 1 يساوي 0 مضافا إلي سالب 2 مضروبا في سالب 1 ويساوي 2 مضافا إلي 1 مضروبا في 2 ويساوي 2 لقد وصلنا المراحل الأخيرة ويجب الآن جمع القيم التي حصلنا عليها في المصفوفة إذن يساوي ناتج الضرب النقطي للمصفتين المصففة 2 في 4 وتساوي ما يلي القيمة الأولى في العمود الأول تساوي 1 مطروحا منها 2 مضافا إليه 6 ويساوي 5 وتساوي القيمة الثانية سالب 1 القيمة الأولى في العمود الثاني تساوي 2 والقيمة الثانية تساوي 1 القيمة الأولى في العمود الثالث تساوي 1 مطروحا من 1 مضافا إليه 0 وتساوي 0 وتساوي القيمة الثانية سالب 2 القيمة الأولى في العمود الرابع تساوي 1 مضافا إليه 1 مضافا إليه 4 ويساوي 6 وتساوي القيمة الثانية 2 مضافا إليه 2 ويساوي 4 وبهذا نكون قد انتهينا فناتج ضرب المصففة A في المصففة B يساوي هذه المصففة سأقوم بإعادة قيم المصففة A و B حينها يمكننا التحدث قليلا عما يعنيه ناتج الضرب هذا سأقوم بنسخي ولسقي قيم المصففات سأعود للأسفل وأقوم بلسقيها هنا كانت تلك قيم المصففة A و B وعند إيجاد ناتج ضربهما حصلنا على هذه المصففة باللون الوردي توجد بعض الأمور المثيرة للاهتمام التي يجب ملاحظتها قلت سابقا أن ناتج الضرب معرف لأن عدد أعمدة المصففة A يساوي عدد الصفوف المصففة B كانت تلك هي الحالة في إيجاد الضرب ولاحظ أن الناتج كان عبارة عن مصففة 2 في 4 وهذا هو عدد صفوف المصففة A مضربا في عدد أعمدة المصففة B يوجد سؤال بديهي آخر هل ناتج ضرب المصففة A في المصففة B يساوي ناتج ضرب المصففة B في المصففة A؟ إذا حاولنا تطبيق ذلك التعريف على ضرب المصففة B في المصففة A ما هو الناتج؟ إنه يساوي المصففة التي تحتوي القيم التالية في العمود الأول المصففة B مضربة في العمود ذو القيم 1 وصفر وفي العمود الثاني المصففة B مضربة في العمود ذو القيم سالب 1 وسالب 2 وفي العمود الثالث المصففة B مضربة في العمود ذو القيم 2 و1 المصفوفة B هي مصفوفة 3 في 4 وينتمي المتجة ذو القيم 1 والصفر إلى المجموعة R2 إذن ناتج الضرب هذا ليس معرفا لأن عدد الأعمدة في المصفوفة B أكبر من عدد مراكبات المتجة المضربة فيه ولم أقم مطلقا بتعريف ناتجة ضرب المصفوفة في المتجة من هذا النوع ناتج ضرب المصفوفة B في المصفوفة A لا يساوي ناتج ضرب المصفوفة A في المصفوفة B وأيضا المصفوفة الناتجة غير معرفة عند إيجاد ناتج ضرب مصفوفة 3 في 4 في مصفوفة 2 في 4 لا تنتج مصفوفة معرفة لأن عدد أعمدة المصفوفة الأولى لا يساوي عدد صفوف المصفوفة الثانية من الواضح أن الناتج الأول معرفا بينما الناتج الثاني ليس معرفا إذن نعلم أن ناتج ضرب المصوفة B في المصوفة A لا يساوي ناتج ضرب المصوفة A في المصوفة B غالبا وليس معرفا أحيانا ربما تكون قد تعلمت إجراء ضرب المصوفات في مساق الجبر 2 لم يكن هناك سبب لإجراء هذا الضرب لكن بالتأكيد يوجد سبب الآن تعلمت في مقطع الفيديو السابق أنه عند وجود دالة التحويل S وهي دالة التحويل لعناصر في المجموعة R3 إلى عناصر في المجموعة R2 ويمكن التعبير عن الدالة بأنها مصوفة التحويل للدالة S أي المصوفة الناتجة عن تطبيق الدالة S على المتجة X الذي ينتمي إلى المجموعة R3 تساوي ذلك المتجة مضربا في المصوفة A قمت باستخدام المجموعتين R2 و R3 لأن عدد أعمدة المصوفة A يساوي ثلاثة وبالتالي يمكن تطبيق ناتجة الدالة باستخدام متجة له ثلاثة أبعاد وبشكل مشابه نستطيع تخيل أن المصوفة B هي مصوفة التحويل للدالة T وهي مصوفة التحويل من المجموعة R4 إلى المجموعة R3 وعند تطبيق دالة التحويل T على المتجة X تنتج مصوفة التحويل B مضربة في المتجة X الذي ينتمي إلى المجموعة R3 سأقوم بتغيير الألوان ها هي المجموعة R4 وهذه هي المجموعة R3 هذه هي المجموعة R2 تقوم الدالة T بتحويل عناصر من المجموعة R4 إلى المجموعة R3 إذن ستبدو بهذا الشكل وتساوي المصوفة B مضربة في المتجة X وتقوم الدالة S بتحويل عناصر من المجموعة R3 إلى المجموعة R2 إذن ستبدو بهذا الشكل وتساوي المصوفة A مضربة في أي متجة ينتمي إلى المجموعة R3 نستطيع الآن تمثيل ناتجة ضرب المصوفة A في المصوفة B ما هو اقتران الدالة S للدالة T للمتجة X؟ إنه يساوي ناتجة تطبيق دالة التحويل S على ناتجة تطبيق دالة التحويل T للمتجة X أي يتم تطبيق دالة التحويل من المجموعة R4 إلى المجموعة R3 ثم يتم تطبيق دالة التحويل S على الناتج في المجموعة R3 إلى المجموعة R2 إذن الدالة الناتجة عن اقتران الدالة S للدالة T هي الدل التحويل لعناصر من المجموعة R4 إلى المجموعة R2 والجيد في هذا هو أنه عند كتابة ناتج المركب باستخدام مصفوف التحويل وقد فعلنا هذا في مقطع الفيديو السابق يكون الناتج كالتالي الدل S وتساوي المصفوف A مضربة في المتجة الذي يساوي ناتج ضرب المصفوف B في المتجة X نعلم الآن أنه استنادا إلى تعريف ناتج ضرب المتجة في مصفوف أن اقتران الدل S للدل T يساوي المصفوف A مضربة في المصفوف B مضربة في المتجة X والسبب القيام بكل ما سبق أي إيجاد ناتج ضرب المصفوف A في المصفوف B للحصول على تلك القيمة أتمنى أنني لم أرتكب أي خطأ عفوي الفكرة الرئيسية والتي يحتمل أنك لم تتعرض لها في مساق الجبر إثنين هي المصفوف الناتجة عن اقتران الدل S للدل T هذه هي المصفوف الناتجة عن اقتران الدل S للدل T ويبدو الضرب المصفوفات شيء ممل لكنك تعرف الغرض منه الآن وهو يكون في إيجاد مركب دل T تحويل حيث أن كل من المصفوف A والمصفوف B هما مصفوفات التحويل لدل T التحويل كل على حدة على أي حال آمل أن تكونوا قد وجدتم هذا مفيدا جدًا هناكي من Samماokrat جدًا حيث أن تكونوا قد تكونوا قوة يسرق بوغدما افتلت جدًا على الم café ينتظر